السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حياكم الله وأهلا وسهلا بكم نسمع أحيانا البعض عندما يفرح بقدوم مئات له زائر يقول الله والنبي محييك وهذا خطأ لأن الله جل وعلا حي عليم سبحانه وتعالى فالله يعلم أنك قادم فيقول الله يحييك لكن النبي عليه الصلاة والسلام ليس لنا أن نقول ذلك لأن الله قد توفاه صلى الله عليه وسلم ولا يدري بمن يأتي ومن يدخل ومن يخرج الله هو الذي بكل شيء عليم وليس النبي صلى الله عليه وسلم فلا ينبغي أن نقول الله والنبي محييك أو الله والنبي حييك خاصة أن البعض قد يدخل فيها شيء من القسم يعني الله يحييك لكن جعل كلمة النبي في الوسط كأنها قسم مثل واحد يقول ما بي والله آكل فما بآكله لا أريد أن آكل لكن والله جاءت في الوسط كقسم فكذا يقول النبي هنا جاءت كقسم الله يحييك لكن الله أقسم بالنبي يحييك فهذا إذا كان قسما لكن لا أظن أحدا يقصد بها القسم وإنما يقصدون بها أن النبي يحييه وهذا خطأ نقول الله يحييك ولا نقول الله النبي يحييك هذا من الخطأ وكذلك بعض الناس يبالغ جدا إذا جاءه ضيف يفرح به فيقول زارنا النبي هو يريد أن يقول زيارتك لنا أسعدتنا وأثلجت صدورنا وفرحنا بها كثيرا كأن النبي زارنا هذا تشبيه لكن فيه مبالغة فيه مبالغة وغلو حقيقة يعني في هذا الأمر ويقول كأنه زارنا النبي ليبين له مقداره أو مكانته عندهم فتترك أفضل والله أعلم وصلى الله سبحانه محمد